أهلا بكم، أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة حول الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والتي نفذتها شركة أبو غزالي وشركاه للاستشارات حيث بيّنت أن خسائر الاقتصاد جراء اللجوء السوري في أربع محافظات شملتها الدراسة بلغت أكثر من 12 مليار دولار التفاصيل في هذا التقرير دراسة هي الأولى من نوعها تتناول حصراً الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني والتي بلغت قيمتها حوالي 12 مليار و37 مليون دولار تضاف إلى الأعباء المباشرة على الموازنة الأردنية وتأتي هذه الأعباء لتكشف عن حجم الثقل الإضافي على كاهل الموازنة التي تعاني أصلاً من شح دعم الدول المنحة والوقوف أمام التزاماتها الدراسة شملت أربع محافظات هي عمان وإربد والمفرق والرمثة لبيان مدى تأثير الدخل والخدمات الصحية وإيجار العقارات وفرص العمل جراء استضافة السوريين في هذه المحافظات نسبة كبيرة من الأردنيين أكدوا أن دخلهم الشهري المتأتي بنسبة كبرى من الرواتب لا يغطي احتياجاتهم إضافة إلى أن دخلهم تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية الخدمات الصحية كشفت الدراسة بأن نسبة كبيرة من الأردنيين يرون بأنهم لا يطلقون الخدمات المناسبة وإن اللجوء السوري أثر على مستوى اهتمام الجهات المعنية في البنية التحتية أما الشعور بالأمن فقد بيّنت شريحة كبيرة من الأردنيين بأن شعورها بالأمن قد قلّ بعد الأزمة السورية مع ملاحظة ارتفاع مستوى الجريمة والعنف والتجاوز على القانون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة هناك أثار أيضا سلبية في قضية التعايش ما بين مجتمعاتنا المستضيفة الأردنية والسوريين وبهمنا هذه لا سمح الله أن لا تتفاقم البنك الدولي قدّر التأثيرات على الاقتصاد الأردني حوالي 2.5 مليار دولار في السنة ولكن لم يكن ذلك تقدير للأثار غير المباشرة بل المباشرة وأنا لدي الحرية بالتحدث عن الآثار غير المباشرة والتي هي 3.5 إلى 4 مليارات سنويا قطاع العمل كشفت الدراسة بأن وجودة جنسيات الأخرى أثر بشكل سلبي على مدى توفر فرص العمل للأردنيين كما خلق وجود جنسيات مختلفة منافسة بفرص العمل المتاحة إضافة إلى انخفاض الأجور توقيت الدراسة يأتي تزامنا مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي وتعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي اشتركوا في القناة